بالعكس أنا بحب المحافظات وشايف شغل في المحافظات أحلم شغل من القاهرة احنا عادين هنا بنجري كلنا بنتخنق على يعني أنا دايما بدي المسأل اللي هو بتاع التورتاية والكريزة خليني أقولك إن مصر التورتاية والقاهرة هي الكريزة كلنا عادين بنجري ومحاج بيأكلوا التورتا البزنس النفس طويلة واللي أكسب ساعات تبقى أنت شاطر وعندك الملقة المالية وكده بس ما عندكش النفس طويل خلي بالك هي العند مهم جدا في الشوق العند معين نهاردة الأستاذ كريم مصطفى سي او لشركة أديوهايف كريم زين رشاد أخبارك إيه أهلا بيك في بزنس بعرفي بودكاست للمرة الثانية تانكيو ميرسي ده شرف ليه الولاء الوظيفي أساس استقرار الشركات كصاحب بزنس عشان تخلق وتنمي مشاعر الانتماء والولاء عند الموظفين لازم تملك مجموعة من الأدوات والبرامج اللي بتساعد على تحفيز وتعزيز الولاء عند الموظفين وده بالضبط اللي بتقدمه شركة ولاء بلوس الراعي الرسمي لبيزنس بالعربي بودكاست تقدر تعرف عنهم أكتر في اللينك اللي في الديسكريبشن وقول لهم اللي انت جاي من بزنس بالعربي ونكمل الحلقة السلام عليكم وأهلا بيكم بحلقة جديدة من بزنس بالعربي بودكاست معكم أحمد رشاد استشاري في إدارة العمال ومؤسس منصة بزنس بالعربي ومعايا النهاردة ضيف هنتكلم على البزنس بتاع التعليم والأدوكيشن وازاي التدير أو تأسس مؤسسات تعليمية سواء صغيرة أو كبيرة كريم الضيف بتاعنا عنده خبرة كبيرة في المجال ده غير خبرة البراندينج وبناء البرانز وعنده قصص كبيرة في مجال التعليم وبزنس التعليم عمتا معايا النهاردة ضيفي للمرة التانية وصديقي يعني أهم من الضيف وصديق قبل أي حاجة وكان داعم لبيزنس بالعربي بودكاست من البداية بصراحة يعني تقريبا كريم كان الجاست أو ضيف نبرة ثلاثة أو أربعة في البودكاست ومعايا النهاردة الأستاذ كريم مصطفى سي أو لشركة أدوهايف كريم زيك رشاد أخبارك أهلا بيك في بزنس بالعربي بودكاست للمرة التانية تانكيو مرسي دا شرف لي أنا مبسوط بوجودك معنا لأنه أنت كنت من الأوائل الداعمين للبودكاست ويعني أمنت بالفجن والميشن بتاعتنا مية في المية فحابب بنفجودنا للستوديو الجديد والاختلاف حين آخر مرة كريم كان معنا في فارق في فارق كبير في أيام الكحرطة لما كنا في استوديوز غنون خالص وكاميرا واحدة والشغل تاني خالص يعني مبروك وبروفو عليك وأنا دايما داعمل شغل بتاعك وبجد يعني أنا أتشرف أن أجي معك حبيب بنخليك طيب قبل ما نبتدي الحلقة يا جماعة عايز أفكرك لو أنت بتتفرج علينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل البال نوتيفكيشن وسبسكريبشن وتكتب لنا رأيك في الحلقة وأسئلتك في الكومنت ساكشن ما تنساش تعمل شير ولو مع شخص واحد لأن المعلومات دي مهمة جدا أن احنا نوصلها لعدد كبير من الناس وده بيساعد أن احنا نوصل المعلومات والخبرات لديوفنا لأكبر عدد من الناس ولو أنت بتسمعنا على الآيتونز ساونكلاود أو الجوجل بودكاست ما تنساش تعمل سبسكريب بقى النوتيفكيشن أسف سبسكريب وشير الحلقة وكباية بقى القهوة والشاي بتاعتك وركز معنا في الحلقة المهمة دي كريم أول حاجة بقى أحب تعرفنا عن نفسك أنا اسمي كريم مصطفى عندي 43 سنة موليد أكتوبر برج الميزان بقى لعب رياضة متجوز مخلف ولدين بحب مصر بقى لعب كرة بحب شغلانتي جدا شايف أن أنا محظوظ أن أنا بشتغل في التعليم ما كنتش دلق مش دل بيزنس اللي أنا بتديت به بس يعني بقى لي حوالي 20 سنة بشتغلها وأقدر أقول أن أنا الحمد لله بتديت أحط بصمة فيها وابتديت أعمل موضوع منها يعني بقت حياتي يوم زي مبارح مخلص شغل الساعة 11 بالليل ومش مدية أنا بستمتع بالشغلانة بتاعتي كريم إحنا أول ما تعرفنا برضو ناس كتير إحنا تعرفنا على بعض في الكيك بوكسين والمارشل أرز أمامي صح فكريم فايتر وأمامي يعني من ناس تحب الأمامي زي فتعرفنا على بعض كده وبعدين ما فتحنا مع بعض في البزنس والشغل والكلام ده والبودكاست صح فأنت بقى لك كتير أنت لعبت كيك بوكسين بوكسين زماني من 2014 تقريبا من 2014 ابتديت أول مرة بص أنا طول عمري رياضي يعني طول عمري بحب الرياضة كنت فريق النادي في التانس وكورة والجامعة وبعدين الفايت سبورتس طول عمري بحبها طول عمري باتفرج عليها بس عمري فالبوكسينج يعني هو خطة تمرينة واحدة وخلص عرفت أن أنا تباه جدا حتى ولادي النهاردة بقوا معايا فيها حلو أنا برضو البوضوع الكيك بوكس البتديت في الجامعة ودلوقتي برضو أخويا وبعدين ولاده الزوانانين دلوقتي الثمان سنين ولاد أخويا أمامي وجوجيتسو وكل حاجة فاحنا العين عندنا موشل أردس كلهم هلأ 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 بس أنا بقول لك إيه اللي أنا يعني ناس كانت لوانيين بوردو أقول لك أنا ده الثرابي بتاعتي صح خش بطلع كلها وبعدين بتهدى فبتهديك بتاع بتشتغل بتاع بتركز بث أنا هقول لك حاجة يعني إحنا الرجلة لما بنكسر حاجة يعني أولا ربنا خلقنا كده عارف أنت لما تنرفس تشوت حاجة هتهدى صح أو تمسك المجد هتروح تكسره كده يا فهم فتهدى البوكسنج بيتطلع فعلا كل شحنة الغضب اللي جواك وبتخليك هدي وبتخليك تعرف تشتغل وبتخليك تعرف تبقى أزرف مع صحابك بتخليك تبقى أزرف مع أمراضك مع أولادك فهم بتخليك تقامل أزمة الدولار عادي مرة بعد تاخد بوكسات طول النهار مش كده لو سواء في ناس كتيرة كنت تقول لي أنا مش عايز ابني يبقى عنيف بالعكس ده أكتر ناس بتبقى هادية صح هي اللي بتلعب اللي هي الدفاع عن النفس ليه لأنه بيبقى وثق في نفسه جدا فالعنف طاقة العنف اللي هي موجودة عندنا أي حد اللي هو هو طلعها خلاص فهو في العادي بيبقى هدي جدا كلامك مزوط ما في المئة أنا مفكر برده أنت لو عابش تفاجع على بقى UFC ولا كده حبيب فتلاقي أولا برا الفايت هو هدي جدا وصوته واطي وده يعني مخسرش مطش في حياتهم صح 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 طيب انت بقى درست ايه في الجامعة بص أنا درست ماس كوم كنت في جاء أمريكا معرفتش أجيب بيزنس يعني حاولت أعمل بيزنس معرفتش درست ماس كومينيكيشن ماس كوميكيشن بالعربية احنا نحاول نترجم على قد ما نقدر آآ إعلام اعتقد متهالي بالعربية تتكلم اسمها إعلام بس هي فيها كزا ساكتر فيها فيها ماركتينج وفيها برودكاستينج اللي هو الأول إزاعة يعني آه يعني هي تعتبر تحت آآ كلية أعلام حال تخرجت من الجامعة تخرجت من الجامعة آآ خلصت ايه بقى أول حاجة ابتدت اشتغلت فيها آآ أول حاجة اشتغلت في شركة الأهرام مشروبات كنت في قسم التسويق بتاع منتج اسمه فيروز فاكر فيروز نا درعيله بداية خالص آآ آآ دلوقتي طبعا بقت براند قوية جدا ما هو خلي بالك أنا بقى حضرت الفترة دي يعني أنا اشتغلت في الأهرام مشروبات واستقلت من هاينيكن آآ يعني أنا حضرت الاستحواز بتاع شركة هاينيكن على الأهرام آآ 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 البرودكت طعمه مش حلو والدستريبشن بتاع مش كويس ومفيش استابيلتي في آآ حضرت بقى بتاع الشركة فانا شفت براند بيتخلق قدامي واشتغلت مع المصريين واشتغلت مع الهولنديين فانا شفت آآ آآ يعني عايز اقولك اللوجو مسلا عمانها في اجنسي في لندن يعني انت فهم قصدي فانا شفت حاجات أنا مكنتش عارف انها موجود كنتش عارف ان انا ممكن يبقى جزء من الفريق ده فمش عايز اقولك اربع سنين كان عامل زي قد ايه تعلمت في الشركة دي انت تعلم كثير ممكن تقول لي بارتو الدروس استفدتها وموضوع البراندينج لان انا عارف انت بتهتم بالحتة دي قوي انه هو زيبني براند قوية صح يعني انا متعاود النهاردة بشوف احمد آآ كل يوم دي طريقة لبسه دي طريقة ماشيه دي طريقة معاملته ده 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 كلامه دي طريقة آآ آآ ما بيتصرف في الازمات انت شخص لو جيت النهاردة لقيت احمد ده شخصيته اختلفت وآآ لبس لبس غريب عنه وعمل شعره مش عارف ازاي ده انا هحس بغربة من ناحيتك آآ هي عشان تبقى براند وتبقى براند ناجح فانت لازم عندك شخصية واضحة لازم تبقى شكلك واضح ما عندكش تغيرات بجيب تعمل تعمل لغبطة للمستهلك فا آآ هي نفس الشكل نفس الطام بقى لها كم سنان هار تمامين سنة نس його سنة ما بتتغيرش فا قوة كوكا كولا يعني chattloty التغيرات اللي بتتعامل في زيزة شكل الكوكا كولا دي في العالم اا لان في,, ام تخلص انت عارف tür الشكل ده ده شكل زيزة اللون الاحمر ففيه金 ده الشخص. يعني انت نهاردة بتشخص البراند. او المنتج. بزبط. ففي ناس يعني في ناس مسلا بالعقلات لديك البراند ده عبارة عن اللوجو. اوليه اختريه لك هو اللوجو هو البراند. بس اعتقد ان البراند اقوى اهم اكتر من اللوجو بكتير يعني. اه طبعا يعني لا ولا يعني انا مش طبعا مش 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 جورو ماركتنج يعني ممكن طبعا في ناس اشتر مني بكتير في الماركتنج بتتكلم. بس على حسب معلوماتي لا طبعا. انت البراند يعني موضوع اكبر بكتير من اللوجو هو انت بتتكلم هو اللي بيجي لك من استكامل البراند الطمأنينة. يعني هقلوه لك حاجة انت ممكن تركب طيارة اه ايرباس تلتمية عشرين على الخطوط الالمانية لوفت هانزا. وتركب نفس الطيارة على خطوط شركة في افريقيا. انت اوتوماتيك لي متطمن اكتر وانت في لوفت هانزا. انا انا نفس الطيارة. اه. ونفس سنة الانتاج. ونفس الترينيك بتاع البايلوت. بس البراند بتاع لوفت هانزا اداك الطمأنينة. فالموضوع مجمونا. مش موضوع لوجو. انا برضو بشوفها كيف بقولي الناس ايه انت في حتة مثلا رولكس. فتقولوا هلي ما دي ساعة بتقولي الوقت دي ساعة. وانت بشريش رولكس بتقولك الساعة كام. بزبط. ريالكس دي يعني احساس معين. ان ان انت نجحت. ان انت وصلت. صح. لما بتشوف حد بساعة رولكس تقول راجل ده اه غني. راجل ده ناجح. راجل ده كذا. غير لما تشوفه بساعة مسلا بامتين جنيه. صح. ما هو قال اتنين بيقولوا الساعة بس مش ده الهدف. صح. ويعني حتى يقولك ايه انت الساعة تتوارس. يعني يقولك انت بتورسها لعيالك وتمنها بيقوا الناس بتستثمر فيها. صح. الولاء الوظيفي اساس استقرار الشركات. كصاحب بيزنس عشان تخلق وتنمي مشاعر الانتماء والولاء عند الموظفين لازم تملك مجموعة من الادوات والبرامج اللي بتساعد على تحفيز وتعزيز الولاء عند الموظفين. وده بالضبط اللي بتقدمه شركة ولااء بلوس. الراعي الرسمي لبيزنس بالعربي بودكاست. تقدر تعرف عنهم اكتر في اللينك اللي في الديسكريبشن. وقل لهم اللي انت جاي من بيزنس بالعربي. ونكمل الحلقة. لو تقولي انت خرجت من الفيروز وانت شفت اعتقد اكتر وقت كان فيه تغير في البراند ده من الشكل القديم من الشكل الجديد. كريم اللي خرج من الفيروز دي كان مختلف ازاي عن الاول؟ بص انا تعالنت كويس جدا مع الجماعة الهولنديين. يعني الصراحة كان عندي مدير هولندي تعلمت منه كتير. وهو الامور ابسط من كده. خلي بالك ان انت التاسك اللي تتفع عليه في الميتنج يتعمل. تعمله. ما ترجع ليش بمشكلة. ما ترجع ليش تقول يا صنع تلت. يعني لما تتفع على حاجة تاخده معين في الشركة او تاخده اتجاه معين تنزل تخلص الشغل الوراك. ان انت تخلص الشغل الوراك انا بقول لك خمسين ستين في المية من الناس اللي بتسمعنا ما بتقرش خلص الشغل الوراك. صعبة جدا. هي ما اقولها هيفة جدا وسهلة جدا. اعمل اللي عليك. انت مطلوب منك تعمل الموضوع الفلاني? خلص الموضوع الفلاني. في في الوقت اللي احنا متفعين عليه. بالبادجت اللي احنا متفعين عليه. هم. اعمله. اعمله صح. اعمله مزبوط. واعمل للموضوع. عايز اقولك ده يمكن خلاص اللي انا اتعلمته في الشركة. هم. وده وده بقى خلاص منهج لحياتي. خلي بالك النهاردة ان انا اعمل موضوع. انا اقعد معاك النهاردة. هتفى معاك ان انا اعمل الموضوع. واعمل الموضوع. يا احمد الكلام سهل. الناس كتيرة جدا بتتكلم. لكن انت تخلص الموضوع زي ما اتفقت عليه في الوقت في البدجت اللي انت متفى عليه فيها. لا يعني الموضوع اسعب كتير من الناس متخيل. صحيح صحيح. قرقت من الموضوع ده من اه من اه بعد شركة هانكل لما اشترت فيروز او اهرام بقى المشروبات. تمام. عملت ايه بعد كده? عملت مدرسة. مدرسة? اه. ايه الحكاية بقى ده. يعني شفت كبير. شفت ده حصل ازاي? حصل ان احنا اه يعني اه هحكي لك القصة في ثلاث دقايق ابويا يعني انا واخواتي وابويا طول عمرنا نفسيا نعمل فاملي بزنس. بزنس عائلي. عايزين نشتغل مع بعض. بزنس عائلي. اه ابويا مهندسة طول عمره في الاولاية والانشاءات وما حدش فينا انا مخياتي اه مهندسين. اه فما كانش عندنا اي يعني ولا اي حب ان احنا نشتغل معا في الشركة. اه وبعد كده عملنا شركة تهرون. اه وده كنا حبينها جدا. احنا كنا شايفين نفسنا فيها. شركة تهرون? ازاي شركة تهرون دي? لا تغزق. بغاية دلوقتي مش عارف ازاي. جات ازاي دي يوامل بقى اولاد. احنا بص. اللي حصل. هقول لك الطبيعي ان بلد زي مصري بقى فيها شركة تهرون ما مش من طبيعي بلد بالحجم بتاع مصر وبالسياحة بتاع مصر. مبقاش فيها غير شركة مصطرون. يعني ده. وده العالم كله شغال كده. يعني النهارده اسبانيا المانيا فرنسا. اليونان البلاد اللي هي السياحية دي كلها يا احمد. كل البلاد دي نهارده عندها الخطوط بتاعتها وعندها خطوط تانية اللي بتسمعها تشارتر اللي هي الخطوط الغير منتظمة. هل. اه. لقد امتى سنة كم تاني ما. عملناها سنة اه. باعوا تسعين خمسة تسعين في. اه. اه. اشتغلنا وكسرنا الدونج. يعني انا رحت اه المصنع اه في لونج بيتش في كاليفورنيا بنستلم الطيارة. انا عندي الفيديو. يا. وطرنا من الطيارة من كاليفورنيا على كندا. من كندا على هولندا. من هولندا على مصر. اه. وكان عندنا طيارتين. وكنا يعني من الحمدلله يعني شغلنا كويس. اجرنا طيارات. اجرنا شركة تونس. اه. تونس اير اجرنا منها خبسة الطيارات. نعم. نعندنا مسابعين كتير من تونس عفكرة في البودكاست. اه. وكنا بنعمل رحلات بقى من اه برازيل اللي كانكون اه حجاج من نيجيريا. عايز اقول لك بص. هذا كان بقى برا مصر كمان. طبعا. انت عندك طيارة يا معالك. اه. وفي نفس الوقت بنعمل بقى من بولونيا لشارم فيرونا للغردقة. شارلت جولة لقصر. يعني الطيرانة مش محتاج ينزل في مطار القاهرة. بتنزل في اي مطار. حل. اشتغلنا كويس جدا سنة سبعة وتسعين حصل حادث ارهابي كبير او في مصر. اه. في معبد حدش بسود. صح. والسياحة تقريبا وقفت سنتين في مصر. وتقريبا ده القرار اللي خلى بابا يهاجر امريكا في 96. احنا اجرنا اصلا. اه. احنا حصل ان 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 احنا اشتغلنا. اه. يعني استحملنا سنة. اه. صراحة يعني كان في مبادرة كتيرة من اه من من الحكومة المصرية. وبيعملوا. بس فعلا وقع الامر ان ان سنتين السياحة وقفت في مصر. اه. احنا استحملنا منهم سنة. اه. سنة بندفع الاقصاد بتاعت الطائرات وبندفع المرتبات بتاعت الموظفين سنة. سنة. اه. ومافيش انكم مافيش اه. لعد ما ضربنا تفليسها. فلسنا. اه. فلسنا فلسنا. صعب اوي. فلسنا اه. معناش فلوس. معناش فلوس. الحمد لله ما كناش اخدين كروض. اه. بس معناش فلوس. طب لو تحكي لي على الحتة دي واصرت على والدك ازاي? لان انا عارف تخطوتي والدك كيف يشد. والدي ربنا يديله الصحة بس والدي جبل. اه. يعني اه انا فاكر انا فاكر كويس جدا. يوم ما كان قاعد بقى مع المحامين. وانت بتتعلم مع شركات عالمية. انت خلي بالك اللي بيبيع المصانع اللي بيبيع طيارات في العالم هو ايرباس وبوينج. فانت الناس دي عندهم اقوى محامين. فانا والدي. اه. راكل قوي جدا يعني ان هو يقعد يتفاوض مع الناس دي وخرج. باقل خسير. اه اه اه. كل فلوس راحت. والطيارات رجعت. واللي دفعنا ما رجع لناش. اه انا فاكر يومها. اه ابويا رجع البيت يمكن الساعة احداشر بالليل اتناشر. واحنا قاعدين كلنا مستنينه. ودخل ينام. اه. ابويا بينام ست سبع ساعات. اه. فالطب ان هو تاني يوم الساعة سبع الصبح يبقى صاحي. اه. فضل يا احمد نام لساعة ثلاثة الدخرة. انا مش عايز اقولك اليوم ده انا مش هنساهل. احنا انا واخواتي وامي. الله ارحمك. واننا بنخش. نشوفه بيتنفس ولا لأ. التفاهم احنا. اه. والحمد الله. اه. وقف على رجله. قلب الصفحة. خلي بالك. محتاج قوة قوة. يعني قوة رهيبة ان انت تعمل موضوع. بس المرحلة دي عشان تقوم منها صعبة. يعني اتكيد اصرت على العيلة عندكو جامد. اه اصرت. اصرت ازاي? وغيرت فيك ازاي? او فيك انت عمتن? حتى. هقولك حاجة في الاول كانت ضلمة. اه. انت مش فاهم اللي بيحصل لك. ومش فاهم ان انت راجل معاك فلوس. فاجأة معاكش فلوس. ان انت راجل نهاردة عندك شركة. ما عندكش شركة. يعني اصرت علينا جامد. اه. احنا فلوسنا او يعني ابويا فلوسه اللي عملها. هو ابويا مورس. اه. اه. يعني انا جدي كم موظف في التربية والتعليم. اه. فانا ابويا بخدش منه فلوس يعني. اه. فالفلوس دي ابويا هو اللي عملها من شغله. شغل مؤولات. واشتغل وتغرب. اشتغل وهو صغير. اشتغل في الليبي او اشتغل في السعودية اهو. تعب جامد جدا. وابويا اه انا تعلمت منه يعني اه. لو لو تعلمت منه حاجتين فانا تعلمت منه نمر واحد الرجولة في الشغل. ان الراجل من غير شغل ما يسواش. ان انت بتتقاس بشغلك وبشرفك بشغل. يعني كل انت انت ولا حاجة من غير شغلك. فالشغل عندي مقدس. وده تعلمت من ابويا. نمر اتنين ان انت عادي توقع وعادي تقوم. وان الفلوس مش هيلي بتعملك. انت بتعمل فلوس. فحتى لو معك مليون جنيه في البنك انت تمام. ولو معك عشرة جنيه في البنك برضو انت تمام. انت مفروض انت ما بتتأس يا احمد بفلوسك. فلوسك دي اه جزء من نجاح يعني. او انت النهاردة دي بتبقى اشارة. من من الف اشارة. ان انت النهاردة يا راجل نهي جيح ان انت بتعرف تعمل فلوس. اه معك فلوس. بس كتير في الوقعات دي الناس اه حتى بذات لو كانتني حلوة في نجاحات. وفي الناس بتكلمه عايزة ومش هارفيه ومرة واحدة الوقع دي وانا عشتها وكتير من ديوفنا عشوها. بتلاقي ايه التليفونات ساكتت. حاجب يرد. اش كلمك. الدنيا برضو بيبقى تأثير على البيت مرة واحدة. صح. في بيزنس نوعا ما يعني البيت مرتاح ومرة واحدة ما فيش. احنا هنعمل ايه? فيه اسر بتتدمر يعني. يعني فيه ناس بتفتك انت بتخسر بيزن دي بتخسره. لا انت ممكن نفسيا بتدمر وممكن الاسر تدمر وممكن فيه اسر تتكتف مع بعضيها ان هي تعرف تقوم. اه مرحلة الوقوم دي بتاخد وقت وصعوبات. وبحب اتكلم فيها يعني شوية. لان فيه ناس كتيرة انت الاوضاع الاقتصادية دلوقتي احنا في الفين تات وعشرين. كتير الشركات بتقع. الشركات بتقوم. وشركات بتمر بصروف صعبة جدا اقتصادية عالمية وفي مصر وفي العالم. اه فدايما الناس تقول لي انا عايز اعرف يعني الهوم ازاي? يعني يعني هاتعامل مع الموقف ده ازاي? انتو عملت وزاي وتعلمت للموقف ده ايه? اه بص احمد هي صعبة. يعني احساس ان انت الفشل او ان انت فشلت صعب. اه هتخرج منه هتخرج. اه هتخرج منه بقى في شهر ولا في سنة هي دي اللي هتفرق. انا بالنسبة لي لي اه مقاومات معينة لازم ابص عليها. النمر واحد. هل انا عملت اللي علي? هل انا اديت اه البزنس كل الكل اللي اقدر اعمله? هل انا بخالت عليه بفلوس? هل انا بخالت عليه في وقت? هل انا ما كنتش راجل في الشغل ما كنتش مركز? وبدل ما اروح اشتغل اروح اخش السينما ولا اروح اقعد على القهوة? ولا كنت انا راجل وديت الشغل وما بخالتش عالشغل وعملت كل ما في استطاعتي. والنقطة دي مهمة جدا 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 لان انت اصعب واحد تحاسب نفسك. فلما تقعد مع نفسك وتقعد قدام المراية وتسأل نفسك هل انت فعلا اديت الموضوع? لان انت بش تحكي على نفسك. انت ممكن اقعد معاك هتحكي عليك. قول لك يا احمد انا عملت كل اللي في استطاعتي. يا احمد ده انا بعت عربيتي يا احمد. ده انا بعت مش عارف ايه. كلام ده كله بلح. لكن لما تقعد مع نفسك انت بش تحكي على نفسك. فالسؤال المهم جدا هل انت اديت? لان دي بتفرق معاك جدا جدا في فترة التعافي. بتسرع. لان انت عارف ان انت عملت اللي عليك. ده انا مرة انا مرة انا لازم تبقى عندك ايمان رهيب بربنا. يعني يا عم اشتغل ومش لازم يعني قصدي اه اعمل عليك. ان شاء الله ربنا هيوفقك. يا عم ما توفقتش الحمد الله ربنا بعد عنك. لازم عندك من جوه ايمان. ما ينفعش. يعني ما ينفعش تبقى صخرة. لازم عندك ايمان. انا عملت اللي علي وربنا يعني اراد ان انا ما انجحش. فاللي عله خير. ده يمكن خير لي. يمكن لو كنت رجحت كنت يعني. لازم. يا امهة الجنن. ما انت لازم توزن الامور صح? مم. نمرة ثلاثة لازم تعرف ان هو الطبيع ان انت تفشل يعني. يعني انت من عشر بشارية هتفشل في تسعة وهتنجح في واحد. ادت يعني عادي عادي. افشل اا جرب تاني افشل تاني اتعلم قاعد مع نفسك ايه اللي انا عملته غلط طب هل انت ذكرت قصلا السوق اللي انت داخل فيه ده كويس يعني قاعد بقى راجع شوف انت عملت ايه وقوم وجرب تاني وجرب تالت وجرب رابع ما خلي بالك يا احمد لو النجاح سهلك هتنالس كلها نكحته. سعي. كل الناس هتلاقي انت بقى جارك وابن خلتك وابن عمتك هتلاقي كل الناس نكحة. لا هو مش كل الناس نكحة. لانه هم الصدفة. النجاح مش صدفة. النجاح فعلا تعب ومجهود جامد جدا جدا جدا. هتقوم منه. وانا قمت منه. وانا وقعت تاني. وانا روحت عملت مدرسة في الامارات. فلست تاني يعني بعد الفلوس اللي عملتها. واشتغلت بقى فاكر نفسي جابد وروحت واشتغلت في الامارات فلست تاني. بحاجة عليها. حصلي مشاكل. وقمت منها. بتقوم طبعا بتنزف. بس الجرح. اه بتلاقي يعني سكارز زي ما بيقولوا كده. طبعا. يعني جروح ولكن بتعرف كل شوية بتعرف حتى في البوكسنج بنقول بتاع بتاخد البنش احسن بتاخد البوكس احسن. بالزبط. وتعطون منه وتفوق منه اسرع. لانا افاكر الموضوع المدرسة بتاع الامارات. وكيب فاكر نحن كده اصحابي يعني صح. من دردش مع بعض فيها يعني. طيب الحمدلله يعني المرحلة الصعبة دي قمت منها. ووالدك كان اصلا بيزنس مع اولاد وانت كنت براندينج مش عارب ايه. صح. والبز عيه. ايه بقى التعليم ده جابد اين? التعليم يجي ان احنا عايزين لسه نعمل فامل بيزنس. بس عايزين حاجة تبقى ستيبل شوية عن السياح. السياحة حلوة. بس فيها المخاطرة عالية. صحيح. التعليم مفوش مخاطرة. او المخاطرة بتاعته محسوبة. خليني اقولها لك. زي الاكل. حلو. الناس مش هبطل اكل. مش هبطل تعليم. مش هبطل تتعالج. انت نهار ده راجل ايدك تكسرت هتروح تجبسها. اه شغال اه او او مش شغال. يعني لو عندك شغل او ما عندك شغل. هتروح تجبس ايدك لو قاسهم. اه انت نهار ده عندك ولاد هتخلهم مدرسة. معاك فلوس معاكش فلوس. هتتصرف. هتخش الجامعية. هتستلف. هتبيع حاجة من عندك. هتدخل ولادك مدرسة. ممكن مدرسة. اه مسلا بعشر قروش هتنزلوا لمدرسة خمس قروش. لكن ده مش معناه ان هم هيطلعوا برا. اه. وفي جميع الاوعات هتاكل. مرة هتاكل سوشي. مرة هتاكل فول. بس في جميع الاوعات هتاكل. فالتلات. التلات قطاعات دول. اه مدى التأثير بتاعهم على المشاكل الاقتصادية. اصعب شوي. عكس مسلا صناعة السينما مسلا لما جات الكورونا مسلا دي دي في في ناس قافل وما فتحوش. صحيح. صحيح. فحبينا ان احنا نشتغل في قطاع من دول. اخترنا التعليم. اه. واحنا اصلا مش معلمين زي ما انت عارف. اه. وروحنا جيبنا اجريمنت من كندا. واشتغلنا. وقعدنا اول سنتين مش فاهمين اي حاجة. وغلطنا غلطات فادحة. لحد ادينا نفهم الفيزن زي بيشتغل ازاي. بس ات اخترت تتخش في مدارس يعني الكوالاتي بتاعها عالي. اه. بتخاطب فئة معينة من المجتمع. انت البريتش اللي هو بيسموها البريتش كنيديان سكولز او البريتش كولومبيا او. بريتش كولومبيا سكولز. فهي كوالاتي اه كقيمة او يعني النيش او الناس اللي تخصت تكلم فيه. طبقة معينة من المجتمع بكوالاتي معينة كده. ايه اللي خلاك تقول اخش بالحتة دي بدلا ما اصلا ما اخش في مدارس. ممكن بتخاطب طبقة اكبر شوية. او يعني ايه. ليه خدت القرار ده. اه. مش عارف والله بس ده سؤال كويس. اه. يمكن انا يعني في الطبقة دي اكتر. ام عندي في الطبقة دي اكتر. ام حابب ان انا كنت اجرب في حاجة فيها قليل في الاول خلي بقى دك انا بجربة. نسبة المجاسفة. نسبة المجاسفة فيها اقل انا برضو بجرب في حاجات كطيرة لكن النهار ده ما باقي عشرين سنة في شغل انا ام اوم ام عملت با حاجات مختلفة عملت بقى حاجات بجنيه وحاجات بنص جنيه وحاجات بربع جنيه. خلاص بقى عرفنا النهاردة السوق يقدر تشتغل فيه ازاي. معاني يعني اغلب الناس بعد ما بيحصل ساعات البزنس بتاعهم بيوع يقولك يا عم انا هروح وظيفة انا مش ناقص كفاءة اللي حصل لي. بس انتو يعني اخترت ان انت تكمل في موضوع البزنس ايما. والله يا احمد السؤال ده عندي كل يوم. اه. يعني. اللي بعمله في نفسي. ابقى بكدب عليك يعني. يعني مش هاضي هنا معاك واقولك انا تمام يعني قصدي. لا طبعا كتير جدا طبعا بيجي لك اه شك في قدراتك. بيجي لك شك في اه اللي انت بتعمله. هل انت بتعمله ده صحة ولا غلط. انت بتشتغل كتير جدا وفيه سنات ما بتنتجش فيها خالص. انا بتكلم حتى عن مستوى المالي. اه. ولا يا عم جماعة صحابنا موظف اه. بس الناس اللي في سننا فالنهاردة يعتبر مسلا رئيس مجلس ادارة مجموعة. وتلاقي مسلا الراجل ده مسلا خمس ست مرات قدك ماليا. اه. فانت بتسأل نفسك هل ده طبيعي. فانت لا يعني كل يوم بتسأل نفسك السؤال ده بس ايمانك بشغلك وايمانك وحبك لشغلك بيخلي السؤال ده عبر. ما ما بتتعطلش عنه. يعني بتسأل نفسك وبتقلب الصفحة وبتمشي وتروح يعني فا. طيب انتو ابتليتو بمدرسة واحدة. احكي لي بقى على الفترة دي. يعني برضو كنت تداخل في بزنس جديد او يعني مجالة. يعني التعليم. في ناس يقول لك يعني التعليم ده رسالة مش بزنس. انت ليه بتتكلم عليه انه هو بزنس. يعني برضو دي حتى حايزين اتكلم فيها شوية. مجال التعليم. بداية ده مدرسة واحدة. ما كنتش تعف اي حاجة. ايه اكتر يعني الاعتقادات اللي كانت عندك في بداية الدخولك في المجال ده. وانت بتبص عليها دلوقتي بعد ما بقى فيه اكتر مدرسة واكتر مؤسسة. تقول انا ما كنتش تعف حاجة ودي كانت كلها غلطة يعني غلط في التفكير خالص. بص هو. نسألك السؤال ده عشان فيه ناس كده بتبتدي في المجال ده. ممكن اكيد عندهم نفس الاعتقادات دي يعني. بص طبعا انت بتعمل حاجة جديدة. انت بتحاول وتجتهد على قد ما تقدر ان انت تفهم اه الشغلانة. اه بس طبعا احنا لما بتدينا اه الصراحة انا 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 دورت على منتور او يعني بالعربي دورت على شخص او حد اسمه كبير في الشغلانة وقديم في الشغلانة. سبقك شوية. سبقني بكتير وهو اللي علمني. انا هو صديق ليه وصديق الاهلي. روحت اقعدت معي قلت له انا انا عايز تعلم منك. ما تكسفش. ايه المشكلة يعني. موضوع المنتورد ناس كتير قوي بتتكلم فيه في البودكاست. يا احمد مهم. مهم جدا. ان انت تشوف حد سبقك شوية. يا احمد مهم مهم. انت يعني طبعا العلم اللي في الكتب مهم والبودكاست النهاردة بتاعتك دي الفرق بينها وبين اي كتاب بيزنس ايه? التطبيق العملي. ناس بتكلم بتكلم عن تجربة حقيقية اشتغل بيها. مش 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 كلام اكاديمي. يعني كلام الاكاديمي مهم انا ما بقللش منه. ولكن مالوش قيمة من غير تجربة عملي. صحية. اه. فبالعكس انت النهاردة انت في البودكاست بتاعك بتعمل ايه? بتجيب ناس في المجالات مختلفة. واشتغلوا. وفيه اللي اخد مطبه اتنين. وفيه اللي نزل في بلاعة. وفيه اللي يعني قصدي. وازاي طلعوا منها? وازاي الشباب الصغير الجديد اللي حابب يعمل كده اللي بيسمعك النهاردة يتعلم منه. بالعكس انا 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 عجباني جدا جدا الفكرة اللي انت بتعملها. عشان كده انا حابب اطلع معي. حابب جدا. مش عشان انا اتكلم عن نفسي. بس بالعجل انا طب ما انا اتعلمت بالطريقة دي. انا رحت اعادت مع ناس وفهمت منهم. واغلط وما تكسفتش وفهمت. وبتجرب يا احمد. لو انت جد في شغلك. وحب ان انت تعمل. ودايما عندك تطلعات. وبتشوف النهاردة مين بيعمل ايه? وبتحاول تقلده. هتمشي. العجل هتمشي. طيب ابتديتوا بمدرسة واحدة دي كانت سنة كم تقريبا? الفين وخمسة. الفين وخمسة. كنت انت وقتها ابتديت بالمدرسة دي وكات فين تقريبا. شروق. شروق. شروق اه. ودلوقتي اه 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 ادوهايف فيها تحتها كم ادارة كم مدرسة? ست. ست مدارس اه. احكي لنا على طبيعة المدارس وايه اه يعني ايه اللي بتقدموه او طبيعة اه 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 ادوهايف دي اه شركة ادارة مدارس دولية. اه الكنسب ده مش مش جديد. اه لكن طول عمره في مصر المجال التعليمي اه صاحب المدرسة هو اللي بيدير المدرسة. ده من يوم اتعامل البزنس ده في مصر. يعني سواء كان فرد او اه اه. اه بيبقى يعني سواء او فرد او عيلة هم اه بمسلا امراده بولاده اولاد عمته يعني هتلاقي دايما عيلة كزا عندهم مدرسة كزا عيلة كزا. اه ده طول عمر البزنس. مؤخرا ابتدت الشركات تخش في البزنس. اوكي. وابتدت اه 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 مقاولين اه كتير يبقى عندهم مدارس. اه. وناس من خارج القطاع ابتدوا النهاردة يشتغلوا في المدارس. اه. فالشغلانة بتاعتنا دي اه يعني لو تصدقني هي فيها فيها نوها وقوي جدا. اه. زي الدكتور وزي المحام. اه. يعني فيها خبايا وقوانين. وطريقة للادارة. لازم تبقى يعني ابن المجال ده او شاطر في المجال ده. اه. فالنهاردة في فرص ابتدت تجنة كتيرة. الناس حابت تشتغل معنا. اه. واحنا حابين نتبر. يعني خلي بالك النهاردة. انا يوم من النهاردة يبقى عندي مدرسة بتاعتي. وروح عامل مدرسة تانية. ومدرسة تالتة. النهاردة بكم? هعمل الكلام ده كله ازاي. وفي عمري هعمل كم مدرسة اتنين? النهاردة باسعار الاراضي واسعار الانشاءات وطن الحديد. النهاردة الكاست بقى عالي او يا احمد. زمان المدرسة اللي كانت بتكلفك اكس النهاردة بتكلفك عشرة اكس. ده بجد بالورقة والقلم. فالنهاردة ان انا اكبر من خلال الادارة اا 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 ادرت اضرب كزا عصفورة بحجر واحد. مس انا في حاجتين برضو بتتكلمت فيها. يعني في ناس كثيرا بتعيب على التعليم. ان هو يقولك ده بقى بيزنس. وبقى في ناس انت زي ما تقولت في المأولات بيخشوا. فبيتعامل معا بيزنس بحت. ان انا عايز اطلع فلوس. فبقيت تعيب على المدارس دي. وفي مدارس كان لها اسم متعمل ماركتين كبير اوي. ومرة واحدة تندثر. يعني في مدارس عطيقة. يعني انا انا بصلا المدارسة اللي كنت فيها في مصر قبل من هاجر. اه ابويا كان فيها ابويا تساوستين سنة. فمدارس قديم طوال مائة وخمسين سنة. تقبر مبنى اثري دلوقتي. صح. وفي مدارس كانت اا اا احنا صغيرين اا 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 دي. صح. وتقول لك لا ده بيزنس ومش عارفة دي المفروض دي تبقى رسالة. تحب يعني تكلم على الحيطة دي اكتر. لانت جيت برضو بتشوف الكلام ده. بشوفه. الموضوع ابسط من كده يعني اي اي مدرسة هو بيزنس. حلو. واي حد مش شايف النقطة دي هو بيتحك على نفسه. طبعا هو بيزنس. بس انا شايف هو ايه دخل البيزنس بالرسالة. مم. وانا ممكن اديك رسالة. وانا برضو اتربح يعني. مم. يعني هو لازم اديك رسالة عشان اخصق. يعني انا مش فهم. مم. وبعدين دي نمرة واحد. نمرة اتنين اي مدرسة النهاردة معهاش ملاقة مالية مش هتكمل. مم. فانت لازم تشتغل ولازم تكسب. يعني هو انت حقك ان انت تصحى الصبح انت تروح شغلك كل يوم وتكسب. وانا اصحى شغلي اروح كل يوم رسالة. مم. ليه يعني. وانا اروح طب ما ارسالة واكسب يعني. طب ما انا. طب ما انا عايزة حوش انا. وعايزة. وعايزة سافر. وعايزة اصرف على ولادي. يعني. يعني. عادي. يعني صح. فهو اه هو بزنس. هادف للربح. و و و و و و رسالة في نفس الوقت. يعني هو مالاتنين مع بعض. تعال النهاردة اشوف اكبر الاسميل العالمية. يعني جامعة هارفرد يعني النهاردة بكام. مم. ما لو هي ارسالة. اه. تبتدي من تبانين الف دولار. اه. تبانين الف دولار النهاردة بسعر النهاردة يعني بربعم اليوم جنيه. اه. فهي الموضوع مش موضوع رسالة. طي هو رسالة. انت بتدي مرة كده حاجة حلو عاويتقولي زي محل البيتزا. انا هو بيكسب. بس هو بيديك البيتزا الحلوة. وانت مبسوط. وكلت ومبسطت. ومبسوط بالأكسبرينس او الخبرة. بس هو كسب برضو. يعني. هي بقى دي الحتة التوازن اللي الصعب. الناس كيها بتبشل فيه. انا غير مؤمن تماما بمجانات التعليم. اه. ما ما بتشتغلش يا احمد. حتى حتى في يعني طب ما انت في مصر هنا في عندك مجانات التعليم. بس هو حقيقة الامر ايه? هو الطالب ما بيدفعش فلوس في المدرسة. بيدفع فلوس فين? درين. الدرس. نه درس والسنتر. طب ما تدفع فلوس في المدرسة. اه. وتعلم في المدرسة. وبدل ما تخلص مدرسة. وتروح بعد كده تاخد لك دروس. انزل لالعب. وروح لعب بلاي ستيشن. وهلعب كورة. اقرأ. اه. لعب مزيكة. استمتع بدفولتك. لكن النهاردة انت بتعمل ايه? مجانات تعليم مجانات تعليم. وتروح في الآخر للمدرسة. وتمام ما بتدفعش فلوس في المدرسة. بس هو اللي انت بتعمله في المدرسة ده ماش هينجحك وماش هدخلك الجامعة بتاعتك. انت لازم تاخد مساعدة خارجية. المساعدة خارجية دي بقى مش ببلاش. مم. تدفع فيها فلوس. طب ما تدفع فلوس في المدرسة. مم. طيب انتو دلوقتي انت بتديد مدرسة واحدة. انتو فين دلوقتي? وايه يعني ايه الجديد او اللي انت حاجة ممكن الناس ما تعرفهش الاجيوهاب في المحل اللي جاية. بس احنا اه غيرنا بتاع الشركة فاحنا النهاردة بندير المجموع من مكتب. يعني احنا كنا قعدنا سنين اه بندير من احدى من احدى المدارس بتاعتنا وسابنا بقى المدرسة. انت جيبت ناس متخصصة من بره وكده دي من الحاجات اللي عجبتني. ما جيبتش ناس متخصصة من بره ازمتش ان انا اعملت اه 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 بروموشن لناس من جوه. حل. يعني اه. اصلا قصدي يعني بره 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 الملاك يعني. اه اه اه. انت لازم تفصل. لازم تفصل الملكية عن الادارة. اه. لازم تفصل الملكية على الادارة. طول ما صاحب الكوشكو هو اللي قعد عالكشير هو اللي صرته بحطوطة فوق الكشير هو ده ده هتفضل تموحك محيل واحد. زي بحلات الكوشري كده. اه. هتلاحي لازم صاحب محل الكوشري ده راجل قعدة على الكشير وحطت صرته فوقيه وهو اللي ايه بيدير الدنيا كلها. تمام هتبقى اقوى واحد في الدنيا. لكن مش هتبقى زي كوشري التحرير. كوشري التحرير نارضة فتح في لندن. مم. كوشري التحرير فتح في لندن. مم. ابو طارق فتح في الرياض. مم. اتفاهم انا بكلمك ايه? عمله سيستم عمله فرنش عايزه ادارة. هو بقى يا جدع صاحب شو كوشري التحرير قعد في اه. اه. مش معقولة لا طبعا فانت لازم تفصل الملكية عن عن الدارة. فاحنا عملنا كده. مم. اسسنا ايه يعني اديو هايف النهاردة لها كيان اه لوحده وبتتعامل مع بنفس الطريقة مع كل المدارس. اه. وعندي مكتب طبعا فكل مدرسة. لان انا بروح المدرسة باش عال من مكتبي. اه. انا وتيم بتاعي. اه. عندنا مجموعة المدارس واحنا قاعدين في الافيس بتاعنا. وهي الادارات الكبيرة يعني مدير. فين بقى المدارس للوكيشنز? عندنا اه شارق القاهرة وغرب القاهرة وسكندرية ومنصورة جديدة. منصورة. مش كده ايه حاجة بدوميات او حاجة. ما هي منصورة جديدة ودميات الجديدة اه هما اللي في نفس الاريا. طب دي غريبة احنا عادنا يعني ممكن برضو عادنا مرة كده عادتت قلتلك دوميات المنصورة هتفتح فيها اه بريتش كنيديين سكول. لا دي فتحنا فيها براند مدرسة بريطاني اسمها ريجينت بريتش سكول. اه يعني فمدرسة بريطاني وسعرها غالي. طب اغلب المدارس الانترناشنال والحاجة العالية اوي بيبقى في القاهرة والمدن التجمع مش عارف ايه الحدث دي. اه ايه اللي خلاك تروح تقول انا عايز اروح للمنصورة او ده اولي الاوي اللي فكروا الفكرة دي او الدوميات الجديدة او المنصورة او الحدث اللي برا القاهرة. بص يا احمد هو احنا عادين هنا بنجري اه كلنا بنتخنق على يعني دايما بدي المسل اللي هو بتاع التورتاية والكريزة. يعني اه خليني اقول لك ان مصر التورتاية والقاهرة هي الكريزة. يعني احنا كلنا عاديين بنجري وحاجة باكلوا التورتا. زي بيتزا. بيتزا فيها تمانية سلايس. احنا كلنا بنتخنق على طب ايه تبتزاية يا جماعة محاجة باكلها. فان ان انت النهاردة تروح محافظات ده مهم جدا. ومين قالك ان المحافظات ما يفعش فلوس. ومين قالك ان ابن المحافظة النهاردة مش عايز يرتقي بنفسه. وان هو النهاردة عايز يخش مدرسة ده وليه لان هو عنده طموح. ومين قالك ان ابن المحافظة ده النهاردة مش قاعد يسمعنا على البودكاست ده النهاردة وعنده على السوشيل ميديا كلها. مين قالك? كلام ده غلط. كلام ده الناس اللي مش فهمة. كتير اكيد استغربت ده او التوجه ده لما بديته يعني. انا عايز اقولك حاجة يعني احنا يعني الشركة بتوعنا فتح وجامعة في اسيوت. اه واسيوت من المحافظات اللي غنية جدا يمكن يمكن الناس كتيرا متعرفش. بس من اغنى محافظات مصر اسيوت. في اسبوعين الف وخمسمائة طالب قدموا. واحنا لسا يعني بيفتحوا ايه فيز ون. فاسكندرية عندنا مدرسة هناك. مكسرين الدنيا. منصورة جديدة. انا انا جبته ارض في قصي وتفتح فيها مدرسة. فبالعكس انا بحب المحافظات وشايف شغل في المحافظات. احلم شغل من القاهرة. اه. لنسبة لتنافس قلب. جدا. انا في القاهرة. خلي بالك اي مشغل من القاهرة يشتغل بالستاندرد اللي هو بيشتغل بيها في القاهرة يروح يشتغل فيها بالمحافظات. اه اتكسر الدنيا. فليه ابن المحافظة بتاعتنا ما يبقاش عنده الفرصة انه هو يبقى عنده مدرس اجنبي مؤهل انه هو النهاردة يحضر نفس او التجربة اللي بيحضرها الطالب اللي في مدرسة في التجمع او في الشيخ زيت. ليه لأ. ليه? حد يقولي سبب مقنع لي. بس انت اول ما بديت متهيالي كان فيه او ناس حاسة ان انت ده مجاسبة كبيرة او كده اول ما بديته خالص. ولا كان عادي لأ كان فيه من. اللي مش فاهم. اللي مش فاهم. اللي مش فاهم حاسس ان احنا بنجذف اه خلي بالك احنا بنذاكره. يعني برضو احنا مش بنروح يعني انت بتذاكر بنزله بتشوفه يعني وبتلم داتا. هل فكرتوا تخش بقى في مجال التعليم بس الجامعات ان عارفت في مدارس دلوقتي. هل فكرتوا في الجامعات? فكرنا وخدنا خطوات. في يعني ماضينا مع جامعة سانكا من طورنطو. وباذن الله هنفتح لها فرعين في القاهرة. اه يعني فرع في الشرق وفرع في غرب ان شاء الله. نقلة كبيرة برضو يعني تعليم من نوع اخر دلوقتي الجامع برضو. صح. اه. انت الان من الخطوة دي. اه طبعا. الان اه. الان بس طبعا مختلفة برضو. خلي بالك انا باشتغل شوالان دي بقى 20 سنة. وطريقة ما ببص على الشغل النهاردة مختلفة جدا عن زمان. الان بس معايا زي ما تقولي الاسلحة النهاردة اللي تطمني. هلو. طيب لو انا شخص عايز ابتدي في مجال التعليم كبزنس او كده. اي مؤسسة سواء مدرسة سواء اا اا اكاديمية سواء حضانة سواء كده. تنصحني بايه? انصحك ان انت تذاكر. احنا مشكلتنا في مصر ان الناس مش بتذاكر. الناس ما بتفهمش السوق او يعني. لم ان انت تلمي الداتا او المعلومات عن السوق. مهمة جدا. ليه? لان دي عتعرفك مين بيعمل ايه? فين? وحجمه ايه? وبكام? اا المنطقة المزدحمة. كل الناس بتاكل فيها. خلاص تعال نركز في حتة تانية. لما تذاكر. احطا عرف تلاقي فين الفرص اا بتاعتك. ده نمرة واحد. نمرة اتنين. لازم معاك الملاقة المالية وتبقى عامل دراستة الجدوة بتاعتك مزبوطة. ااا. طبعا هو توفيق من ربنا وكل حاجة. مفيش جدال. بس خد بلا اسباب. بس يا احمر لازم بقى مذاكر. لازم تبقى عارف ان انت النهاردة المشروع ده هيكلفك عشر قروش في اول سنتين. ولازم تبقى مقام من العشر قروش يا ام عارف هتجيبهم مني. ام عامل شراكة يا ام اواخد قرد يا ام يا ام. لازم مراتك. ولا هبيع عربيتك ولا هبيعك. هتعمل ايه? اه احنا في مصر للأسف الحتة دي برضو يعني ما يلا ونتوكل على الله. يا عم ماشي نتوكل على الله بس برضو ايه يعني لازم تبقى مذاكر. بعد هتتوكل على بني يعني ما اكيد هتوكل على الله. بس لازم تبقى مذاكرين. اه كويس. فحتة ان ان انت تبقى مذاكر وحتة الملاقة الملية الحتتتين دول. الحتة التالتة المهمة جدا اا اه هو انت عادي هتاخد على دماغكما. انت ما ينفعش تفشل او يعني ترمي الفوطة زي ما بقول في البوكسينج من اول راوند من اول جولة. البوكسينج ده خمستاشر جولة. عادي جدا يبقى واحد بخسران بالورقة والقلم اول تمان جولة جولة. وانت عارف كده احد. ومن الجولة تبنى تبتدي النهاردة تترن راوند ان انت تعمل نوكاوت في العشرة اصلا مش محتاج توصل للخمستاشر. سهي. هتخسر وهتدرب وهتاخد على دماغك اقلب الصفحة وصحة تاني يوم. مش مشكلة هو صعبة. هي محدش ابدا قال انها سهلة. خالص خالص. كان العمارة بتاعتك كلها امان ناس نجحة. هي العمارة بتاعتك كلها الاربعين شقة دول فيهم اتنين تلاتة نجحين. فانت بتتكلم من نسبة عشرة في المية. فهي صعبة. فمش اي حد هتجيله. لازم تعرق وتتعب وتنزف عشان تنجح. انا في احد ضيوف يعني اعمار بوزيد. اول صاحب راندفو قال كلمة حلوة اوي بحبها. يعني بيقولك في البزنس النفس الطويل هو اللي يكسب. صح. يعني ساعات تبقى انت شاطر وعندك الملقة المالية بس ما عندكش النفس الطويل. صح. عمر صاحبي وورا وفق وما في الماء. اه عمر جميل. يعني من الى وانصح الناس تسمع الحلقة بتاعته يعني. فقال الكلمة دي وعلمت معايا يعني هو فعلا النفس طويل يكسب. فلان انت ممكن تبقى عندك كل حاجة. بس نفسك قصير. اه في يعني خلي بالك هي العند مهم جدا في الشغل. هم. العند. طبعا لازم عنيد. مش معنا. عشان انت عندك رؤية وانت مؤمن بالرؤية بتاعتك لازم بقى عنيد. هعمل الموضوع ده. يا فندم مش هينفع. لا هينفع. يا فندم اصلا هو ممنوع. ليه ممنوع? نروح نسأل. يا فندم اصلا هو الموضوع ده مش هيشتغل. لا هيشتغل. لازم بقى عنيد. ولازم ما انت لازم عندك ايمان بالفكرة. بتبقى مذكرها بس لازم عندك ايمان. خلي بالك في حتة كده بتبقى اضن ما بقى انت مش شايفها. دي بتبقى بقى ايمانك. بالفكرة. لكن لازم امذكر وعندك حتة كده في الاخر كده انت ايه بقى يعني بنسابيع بالانجلش يعني ليه بوفيتي يعني لازم بقى عندك اه ايمان بالموضوع. فلازم بقى عنيد ما ينفعش ما انت مش هتنجح من اومر. خلو. ولو ما عندكش العند ده يا احمد يعني مش هتنجح. لازم عنيد. انت شفت مؤسسات تعليمية خاصة كتير. صح. منها نجح منها منجحش. تفتكر ايه اكتر الحاجات اللي بتبقى عوامل لنجاح المؤسسات دي. بعيدا عن الملقة المالية او كده. وايه اكتر الحاجات اللي شفتها بتفشي المؤسسات التعليمية كتير مع ان ممكن يبع عندها مقويمات النجاح. بحتة الدراسات الجدوية ان انت مش نزاكر كويس.ミحة بص يعني خلينا اقول لك من الحاجات المهمة جدا في احنا البزنس بتاعنا ده بيتغير بسرعة جدا. يعني عايز اقول لك في اخر عشر سنين في اخر خمستاشر سنة التكنولوجيا اختلفت. يعني من اول اه معمل اه حاسب ايلي في المدرسة للنهاردة طلاب اي بادز. الكتاب نفسه يا احمد النهاردة بقى عندك اوبشن ان انت تجيب كتاب زي ما زي ما عندك كتاب العلوم ولا كتاب الانجليزي. النهاردة دي اب. الكتاب دي اب. على 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 التول على الدفايس بتاعك. الدفايس ده اللي هو ممكن يكون موبايلك. التكنولوجيا عملت تطور رهيب وما بقتش النهاردة حاجة اه رفاهية. هي بقت جزء اللي هي تجزئ من الصناعة بتاعنا. فان انت ما تعرفش تواكب التكنولوجيا دي مشكلة. ان انت ما تعرفش تتطور مع تطور العلم دي مشكلة. اه وفيه ناس بتقع من الموضوع ده. في يعني خلي اقولك ان فيه جدال حتى في امريكا وفيه كندا برا بقى اوروبا والدول المتقدمة على مستقبل التعليم. يعني احنا لما طبعا الناس تسمع على تشات جي بي تي والا اي 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 او الزكاء الاصطناعي والجنراتف اي اي اي. بيقولك طب انا الولاد دلوقتي صغيرين. يعني احنا لسه لسه شباب. بس الصغير بق يعني هو ما شابش الحياة قبل ده. يعني انا ابني دلوقتي شهرين حيطلع في الاي اي. هو ابنك سبع سنين. اه لسه صغيرين. من اول يوم تشات جي بي تي بيدوس اعمل لي كذا. اكتب لي كذا. اعمل لي كذا. طب احنا هو احنا هنتعامل مع الاي اي ده ازاي. وفينا سواء اصلعي لها تغش. اصلعي لك طب. هو ايه قيمة المعلومة والكتب والكلام ده كله. واحنا محتاجين نبص للتعليم ومستقبله هيبقى ازاي. لان النظام القديم للكلاسيس القديمة وكده هتختلف. صح. اكيد انتم يعني فيه كلام على المواضيع دي دلوقتي. صح. واتقد انتم بتشوفه هو مستقبل تعليم رايح لفين. وشكله هيبقى عمل ازاي. من وجهة نظرك يحكيلي هل انتم يعني بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي. معتقدين التعليم هيبقى شكله عامل ازاي كمان سنتين تلاتة. اه مع وجود الاي اي طولز اللي كل يوم بنسمع عنها. بص فيه فيه تغييرات كبيرة جدا بتحصل في المجال بتاعنا. ولو انت ملاحز النهاردة بقى فيه زي ترند كده في العالم اسمه او ان انت نهاردة تتعلم البيت. اه فكرة ان انت تروح مدرسة وتحضر كل يوم وتقعد في ديسك وتكتب المس على الصبورة وانت تقعد تكتب وراها. كلام ده انتهى. حتى التعليم النهاردة بقى فيه زي بقولك حتة التكنولوجيا النهاردة بقى سورس المعلومة مبقاش كتاب. اه كتاب موجود وكتاب مهمة بس المعلومات كلها يا احمد موجودة على الانترنت. وانت بتليفون هتجيه كل معلومة. يعني انت عايز استعرف النهاردة الدورة الدموية للانسان يعني. ماشي مكتوب. في كتاب الساينس بس هو سهل قوي انت تقدر تجيب فيديو النهاردة من علي تيوب ايش راح لك الموضوع في ثلاث دقيق. فالتكنولوجيا اه انا ما اعتقدش ان شاد جي بي تي. حيبقى له تأثير كبير علينا. يعني حيبقى له تأثير بس يعني اه احنا كنا عايشين قبل السمارت فونز وبعد السمارت فونز موجود يعني. حيبقى له تأثير. اه ازاي معرفش يعني انا يعني من الناس الانتريج دي اللي انا اعرف. حابب ان انا اعرف ازاي يبقى له تأثير. ولكن اه النهاردة بقى عندك امتحانات كتير مسلا بتخش معك الكتاب مفتوح. يعني في امريكا كان كده هي يقول لي يخش اوبن بوك. بزبط. فاتعال اوبن بوك. بس بقى خليكش بيسألك اسئلة والله لو عندك الكتاب مش هدافتهم لأي حاجة. فهو بالزبط كده. لان هو بيسألك السئلة اللي اعرف ايه اللي هو هو اللي زاكر هيعرفي. غير كده افتح عديك خمس كتب. وما اقعد قربعة الكتب في الامتحانات ساعتين بتوعك. بالزبط كده. بالزبط. فالنهاردة التعليم اختلف والطريقة ما بتدرس اختلفت. المدرس نفسه اختلف. نهاردة المدرس لو مش 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 فاهم اللي بيحصل حواليه. هيعطل. والطلبة دي هتعطل منه. لا والمهارات بقت مختلفة. يعني انا مثلا معلش هل انت مضطر لتقعد اربع سنين في الجامعة عشان تتعلم ماركتينج وسيلز. انت ممكن تقعد اربع خمس سهور ستة شهور هتاخد كورسات انلاين في الماركتينج. هتفهم اسسيات الماركتينج تروح اي شركة هتتدرب هتقعد هتفهمها. مش محتاج اقعد اربع سنين مش محتاج الجامعة حتى بره يعني ده 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 جدال بره. هو الجامعة محتاج هل لها قيمة زي زمان ولا لا. وهل قيمتها في المعلومة اللي بتدخدها. ولا في حاجات تانية. ولا في البراند. ولا في الاكسبرينس. ولا طريقة التفكير اللي انت هتخرج منها. وهل الكريكلا بزي بيقوله كده. محتاجين نغيره. نغير طريقة استيعاب المعلومة نفسها. ولا لا. يعني اكيد انتو الكلام ده مهم الحد بيفكر كمين هو الجامعة. بص انا مؤمن ان المدارس والجامعات ليها اهمية. وليها وزن. اه. تعال بص النهاردة على كمية الناس اللي بتخش المدارس والجامعات مقابل كمية الناس اللي ما بتخشش المدارس والجامعات. استيل النسبة اكبر. الناس اللي بتخش. اه. بيمكن بتختلف من حتة في الحتة. يعني امريكا غير مصر غير الصين غير المانيا غير اطاق. يعني بتختلف من بلد لبلد. احنا هنا استيل في مصر او في الشرق الاوسط. اه انت انت ولا حاجة من غير الشهادة. ام. انت محتش هيكلمك اصلا من غير شهادة. احنا استيل لحد نهاردة. لازم تخلص ستناشر سنة تعليمية. ستجوز بي. هو اربع يعني اه اه اه. يعني عايز اقول لك حاجة مسلا في المانيا. ام. التعليم المهني. اه. المهنة او يعني تعليم محترم. انت ممكن تبقى متخرج من من اي بي. في المانيا. وتخش الجامعة. تدرس اه هندسة. وتكبر تشتغل في شركة اه مهندس. في المانيا. و اه و راجل محترم و قاعد ورا مكتب وبتقبض لك اه ستين الف يورو. سبعين الف يورو في السنة. اه. و ممكن تبقى متخرج من اه مدرسة مهنية. اه بتتعلم تعمل ترابيزة زي اللي احنا عاديم نعمل عليها دي. اه. بتعرف تشتري الماتيريا. بتعرف تشتغل على اوتوكاد. وبتعمل دزاين المدرسة للترابيزة. وبتصنع ترابيزات او مطابخ مثلا. و انت في نفس السنة بتبيع بتلتمية الف يورو. اه. ده النهاردة في المانيا مقبول. انت في مصر النهاردة واحد جاي تجاوز بنتك. يا عمي انا مهندس. يا عمي انا اه عندي محلبة بيها خطع سباكة. على فكرة هم الاتنين محترمين والاتنين بيبزلوا مجهود والاتنين بيكسبوا زي بيقول بعلاق بينهم. لكن انت استيل نظرة المجتمع النهاردة في مصر مختلفة. انا مش موافق النظرة دي انا ضدها. ولكن انا بتكلم في الواقع. معظم الناس النهاردة لسه كده. فشهادة اه شهادة مهم. حتى لو ما لا اشقي. طيب. طيب. اه كريم لو انا بقول لك مسلا بسألك في الحياة عمتا ايه وجهة نظرك للنجاح? او انت النجاح بالنسبة لك يعني ايه? مش عارف يا احمد ده سؤال فلسفي قوي النجاح ده. اه ده احنا هنخش في اسئلة فلسفية للفترة دي الحبة اللي يفضلين دول كلها سئلة فلسفية. اه. اه. ايه معنى اصلا بقول لك ليه? انا بقى في ناس كتير تقول لك ايه اجري وراء النجاح. هتديك كورس بالنجاح. اعمل اه فيديو عن النجاح. اه. ولكن كلها دي اه معنى للنجاح مختلف. وكل مرحلة في الحياة النجاح فيها مختلف. بص. انا رأيي للنجاح. احنا جاينا هنا مدة سيارة صح يعني. صحيح. يعني التخين فينا هيعيش ايه 80 سنة مسلا يعني. ومنهم كم سنة مركز يعني. اه. اربعين خمسين سنة. اه. النجاح ان انت تعمل حاجة اه تبسطك. انت تبقى مبسوط. يعني اخلي بقى لك الشغل ما بيخلص. ايه. يعني لو انت موقفت الشغل وكملت الشغل مكمل يعني. فالنجاح ان انت تستمتع باللي انت بتعمله. تستمتع بالحياة. تستمتع بالشغل. تستمتع بالفلوس اللي بتعملها في الشغل. احلى حاجة في الفلوس صرفها. احلى حاجة ان انت يبقى معاك فلوس ان انت تستمتع بصرفها. ان انت تصرفها عليك وعلى ولادك وعلى امراتك وعلى بيتك. وان انت تقضي وقت مع ولادك. وتقضي وقت مع صحابك. وتقضي وقت مع نفسك. وتقضي وقت مع ربنا. انا رأيي ان النجاح ان انت لو عرفت تعمل كل ده. في القموز بتاعي. في القموز بتاعي لو عرفت كل ده انا راجل نجح. انت يعني عندك بزنس لو اجو هايب وحاجات تانية انت بتعملها على جنب انا عارف. والرياضة والصحة وعندك الاسرة والولاد ما شاء الله. بتحاول التوازن بين الامور دي ازاي? روتين يا احمد لازم عندك روتين. انا روتين بتاعي عسكري. انا لو ملعبتش رياضة الصبح اول مصحة ومن النوم ما عنديش وقت في اليوم ملعب في الرياضة. ولا عندي مجهود. حتى لو خلصت الشغل انا ما عنديش مجهود. في يومي بيبتدي الصبح انا يعني بصح على ستة ونص تقريبا. بروح علعب الرياضة في في النادي بتاعي اللي جنب البيت. اه وبافتر في النادي واخدش في النادي واطلع على شغلي. اه الشغل بساعات بيطول. اه بحاول ان انا اقسم الشغل على فترتين. الفترة الاولى بتنتهي الساعة ستة. ارجع اشوف ولادي لان انا عندي يعني ولد عنده اتناشر والتاني عنده سبعة. فعلى تمانية ونص تسعة هم الاتنين بيناموا. اه. عشان مدارس. فانا بحاول ان انا اروح اقعد معاهم على الاقل ساعتين. اه. ولو عندي شغل تاني بابتدي اكامل من تمانية ونص. اه تاني لحد مسلا حداشر. اه. وده بحاول ان انا معملهاش كتير. اه. انا فاكر لما قابلتك قبل كده قلتني انت تعلمت الحتة دي من والدك. صح. تقولي على حتة ان هو كان لازم يجي تغدى معكو في البيت ويكمل. لازم. لوجود. خلي بالك الاب الجوست ده انا لقو اقمن بي. اه. اللي هو مش موجود شبح. انا مش انا مش بنك انا مش اتي ام. اه. وخلي بالك ما انت اولادك مش هيفتكره يعني. بابي جاب لي وبابي عمال لي. لا. حيفتكره انه خدني نصطاد. اه. جي معي التمرين. لما مش عارف مين غلس علي يا بابي يقفلو انت فهموا قصد دي. هيفتكروا المواقف ما انت هتعمل المواقف دي ازاي لو انت مش موجود. فا انت مش هتلبس ساعتين مش هتلبس بدلتين مش هتعيش في البيتين. آآ يا عمقعد معولدك. آآ علمهم. آآ هو ده هو ده بالنسبة لي يعني. يعني ده بالنسبة لي الروتين. ان انت تقضي وقت مع عيلتك وتقضي وقت مع شغلك وتقضي وقت مع صحابك وتقضي وقت مع دينك او عبادتك انا يعني لازم تقسم يا احمد يعني هو انا بنسبالي روتين ولو خرجت برا روتين هفشل. كريم لو انا عادتك قدام كريم وانت عندك واحد وعشرين سنة بعد الخبرات اللي اكتسبتها تنصح نفسك بايه? اشتري دولار. اشتري كل الدولار. قعين دولار مع امسك كشفين. اه انصح نفسي. اه اه يا احمد دي العسئلة دي عميقة قوي علي يا حمد. احنا بنحب الاسئلة العميقة في الفودكاست عندنا. انصح نفسي ان ما تخافش. احصل ايه يعني. يعني في حاجات كتير جدا نفسي عبالها وخفت. خلي بالك برضو انت يعني لوحد قلبه جامد ويتوكل على ربنا وبتاع بس بتخاف انت وراك مسؤولية وراك حاجات سحب بتخاف. ويمكن لو ما كنتش خفت كان اعملت حاجات تانية فما ما 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 تخافش. ما تخافش. توقل على الله. توقل على الله ما تخافش. انا بسالك السؤال ده عشان في ناس كتيرة في السن ده بيسمعونا. فحابب اقول لهم حد جايلكم المستقبل بانصحنا. مش بس لنفسك الغير يعني فهم. يا ربنا ايصدر طب على الصحة. ده تجربتك انا ما بقولش الحد بي حاجة مفيش حد هتقابله في الدنيا مية في المية صحة. مية في المية قاط. صح. احنا ملي قادمين في الاخر. ولكن التنوع في التجارب ده بيدي للناس يعني 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 بيقول لك ايه بينور عندك كده ايه اه حاجات كتيرة يعني. ان في حاجات كتيرة بتتكرر من ناس مختلفة فاعرف الحاجات اللي بتتكرر اعرف ان ده فيها بركز عليها. طيب الحاجات تانية في البزنس. ايه اللي اهم? الفريق ولا الفكرة? الفريق ما في المية. مم. ليه? يا احمد الفكرة ايه قيمتها لو مش طعف تحققها. مم. انا عايز اطلع الامر. مش اشطة فكرة الازيزة. طب بتطلع ازاي? مم. فالفريق الفريق الفريق. ما ما فيهاش. الفكرة جميلة معنا فكرة انت عندك فكرة؟ يعني ايه يعني? ما الجانين بتاعي عنده فكرة. مم. والراجل اللي اللي هو بيفسح الكلب بتاعي برضه عنده فكرة. مم. وبنخت السواء بتاعي برضه عنده فكرة. مم. وبعدين. مم. فين الفكرة دي حتحققها ازاي? فلو مخترتش فريقك بعناية جدا ويجبت الناس المضبوطة ويديتلهم ورتبات مضبوطة. وديتهم مزبوطة وديتهم مزبوطة وديتهم دي وه li النور. طيب ايه اكتر نصيحة حد الهلك في الدنيا وفرقت معاك في حياتك عمتها? اكتر رصيحة يعني ابويا الهلي انا بعد ما فشلت في دبي انا رحت اشتغلت عملت مدرسة في دبي وتنصب علينا يعني وادحك عليا وفلوسي كلها رحته. اه كت صدمة صدمة كبيرة جدا وبعد يعني انا كنت بيني وبينك يعني بشوف ابويا بيتعامل ازاي بس اللي ايده في المايا غير اللي ايده في النار. صحيح. دي كانت يمكن اول قلم اخده على وشي كبير يعني. اهوش قلم يعني اهوش اللق يعني هوما قص رجل يعني. اه كله بيعدي. كله بيعدي. اه. كل ما الواحد بيكبر في حياته الكلمة دي بتتكرر كتير. لان انت بتشوف حاجة كتيرة وقعت وقمت وقعت بتعدي. بصعوبتها بحلوتها بتعدي. كله بيعدي. اه. يعني اه ايام بتعدي بها صعبة ويعني والايام الحلوة مش مش هتطول والايام الوحشة مش بتطول. كله بيعدي يا حمد. انت والدك ليه اه تأثير كبير على تكوين شخصيتك يعني. اه مية في المية. اه. مية في المية. في ايه اكتر حاجة. اه زين بقولك يعني احنا يعني اشتغلت معايا فانت لما بتشتغل معايا غصبا عنك بتتعلم منه. اه. وانا مش عايز اقولك الحياة يعني كانت بيني وبينه عسل واتحينة في الشغل يعني بالعكس. لا لا. يعني في فيه اختلاف وجهات نظر في اختلاف اجيال في فيه فيه اختلافات. لكن خلاصة الموضوع. انت اللي بتيجي ببص. اه. الجيل الاسخل بلك. الجيل الاديم ده غيرنا يا احمد. اه. الجيل الاديم ده عمود خرصانه. في يعني شافوا ازمات اكتر مننا بكتير. يعني الناس دي كانت بتقف على الجامعية عشان تشتري فرحة. يعني غيرنا انت النهاردة بالقاب على اولة بتشتري فرحة. فلا هم عاشوا ايام صعبة جدا جدا جدا. فطريقة رد فعلهم للمشاكل بتاعت الدنيا او مشاكل الشغل بتديك اه سبات. بتديك سبات الفعالي. اه بتتعلم منه. انا تعلمت منه السبات الفعالي. اتعملت منه ان انت نهاردة اه انت راجل بكلمتك وبشغلك وبشرفك مش بفلوسك. انا يا احمد كان معي ملايين في البنك. وفي ايام تانية معيش فلوس. معيش فلوس انا بكلمت معي مثلا سبعمائة جنيه معيش فلوس. وانا زي يا معنا? وعمرك ما هتحس بفرق. لان عمري ما الفلوس عملتني او عمري ما الفلوس هزتني. اه النجاح انت سألتني عن النجاح. هل النهاردة نجاح معناها فلوس? اه يعني احدى احدى العوامل لكن مش هو العامل. ما يامة في ناس كتيرة معها فلوس وتعيسى. ناس كتيرة معها فلوس النهاردة ومريضة. ومش مبسوطة. يا عم احنا جايين يا عمري بسط. خليه لعبشت فلوس. اه 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 ننجح شوية نفشل شوية. يعني الموضوع. ودي قصة اصلا يا خليوا لك ايه دي قصة. انا 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 حابب القصة دي. يعني ومقتنع لها. ايه اكتر مرحلة في حياتك? حسيت بيها ان انت فشلت او اخفقت بشيء. وتعاملت مع الموضوع ده ازاي? وازاي الموضوع ده اثر بشخصيتك? اه مرحلة اه دبي. انا رحت اه دبي كلي طموح و وعايز اعمل شغل في دبي. وصرفت فلوس كتير قوي. كل ما كل ما نملك كعيلة. مش مش انا ككريم. اه. و وفشد. اه اكيد في غلطات. بس اكيد في ظروف. ايا كانت الاسباب فانا ما انجحتش. دي كانت نقطة نقطة تحاول في حياتي. انا يعني اتديت اشك اصلا فيي. اتديت اشك في قدراتي اصلا. اتديت اشك النهاردة. هل انا اصلا بعرف اشتغل الشغلانة دي? هل المفروض اصلا ان واحد زي احمد يأتمني على فلوسه. في الشغلانة دي. اه. ايه اللي انا عملته غلط? هل انا زعلت ربنا? هل انا زعلت ابوي? هلأ يعني بتبفيدي بتخو مخك يا احمد بص. انا مش عايز اقول لك انا الموضوع ده وداني فين? وداني ايام ما بنامش. وداني ايام بنام يومين متواصل. اه ان انا اقرب من ربنا او ابعد عن ربنا يعني هالربنا بيعقبني طب انت ليه بتعقبني? انت فهم قصدي? يعني بتخلي مخك يروح لحتة كتيرة? هم. انت بش فهم. بس انا شفتها صحية جدا الخبرة. الخبرة اللي عدي دي صحية جدا. انت لو عديت يعني فكرة المشكلة في الحتة دي ان في ناس ما بتعديش اللقطة دي. بس لما بتعدي منها تاخد وقت وتعب وبوكسات كتيرة زي انا بنقول. بس متعدي منها اعتقد بيبقى فيه حكمة كبيرة قوي في كلامك. بتبقى اه بتبقى حكيم. اكتر من الاول بس بتبقى اقاوي احنا. صحيح. انا موقعتش. يعني انا موقعتش بالموضوع ده. طب ايه اللي هيوقعني? لازم بقى موضوع اكبر بكتير فقط. العدم الثقة اللي جواك بتقلب لثقة. اكنك النهاردة دخلت حرب مسلا لاول مرة. وطلعت من الحرب. الخبرة بتاعتك في حرب مختلفة خالص. صحيح. انت بتعود بقى لصوت الدبابات وصوت القنابل والالغامه. خلاص انت متعود انت شايف الموضوع ده مش رهبه بقى. انت فهم? فبتديك قوة طبعا قوة غشامة. بتخرج منها قوي جدا. بس لازم تعدي بالمرحلة اللي هي تعذيب النفس دي يعني. صحيح. هي جزء من الاستخدام. جزء من التحسن. جزء من التحسن. اه. اه. اكير لك النهاردة بتعمل عملية عشان تتعالج. صحيح. لازم تمر بالعملية. صحيح. وسبحان الله ربنا لي حكمة في الموضوع ده. لان انا بشوفها في كل حد شوفتها في نفسي وشوفتها في ناس كتيرة. هو عارف انت هو كتالوج لازم تعديه. صح. المشكلة ان اغلب الناس ما بتعديهوش. فهي دي الصعبة. طب كريم احنا كلمنا على واحد وعشرين سنة. لات احنا تكلم معنا على الناحة تانية. لو انت تخيلت نفسك. اه. ربنا يديك طولة العمر يعني. في اخر يعني اللحظات حياتك. وبتبص كده بتقول. هنفسي الناس تفتكرني كزا. او تقول عني كزا. اه. ده اللاجسي. نفسك اه. ناس تفتكرك بايه. احمد انت بتاخدني في حدت غريبة اوه يا احمد. اي خدمة. اي خدمة. اه. 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 انا راجل باعتبر نفسي اه. جدعة. ام. يعني انت لو طلبت مني حاجة عاملها لك. ام. ولو واحد اعرف برضو اول امبارح طلب مني حاجة عاملها له. ولو اخويا او يعني اعز اصدقائي طلب مني حاجة عاملها له. انا بحس ان لما حدا بيطلب مني حاجة ان دي حاجة جاية ليا من ربنا مبعوثة في الشخص ده. انا بحس ان ده بيبقى ربنا عايز يكافئني او يجزيني. اه. الله اعلم بقى عشان انا يعني كويس او حش. فيعني. لكن انا بحس ان اه. فانا اه. بحاول على قد ما اقدر بقى جدعة. مع الناس كلها. على قد ما اقدر. اه. حد بساعده في حاجة حد عمله حاجة يعني. فانا احب الناس يفتكرني يعني اه. كراجل الجدع. احب ولادي يفتكروني كاب كويس. حاولت. اه. يمكن انجح يمكن ابشت بس حاولت. احب امراتي تفتكرني اه. اه. ان انا يعني زوج كويس وصديق كويس. انا خليب عليك امراتي اصدقاء. اه. احب ان انا تفتكرني بكده. احب اه. اه. يفتكروني ان انا كنت ابن صالح. اه. يعني. انا يا احمد. اه. مؤمن جدا بالحياة وتروح ونيجي. وكل واحد جاي هنا لسبب ولو بصمة. فانا بحاول بحاول عبر البصمة بتاعتي في المجال بتاعي. يعني يمكن في في المجال بتاعي الحمد لله احنا اسمنا كويس واسمنا كبير. ودي حاجة بجد يعني هنبصح كل يوم لو على وش ابتسامة. عشان على الاقل الكلام اللي بتقال كويس من ورا ظهري. فدي بالنسبة لي هو ده اللي انا عايز نتفتكرني بيه. اه. اخر سؤال لو عندك كتاب اتنين في البيزنس. ريالة الاعمال او 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 حتى يعني رواية قريتها قصرت معاك. وحابب ان انت انصحنا بيها يعني. والله بص انا انا يعني بنتال اما انا ما ما بقراش كتير. يعني في يعني الوقت الفاضي اللي عندي مش كتير وما يعني ما حبش ضعف يعني قريت كتير ولا صغير. فيمكن في البودكاست الاوليني كنت قلتلك على كتاب قريته. طا قصة حياة. اه. جي دابلو ماريت. يعني عائلة ماريت اللي بتاعت القوتلات. بتاعت القوتلات او. او. يعني انا كنت في كنت مسافر كنت في امريكا وبالصدفة كنت قعد في الماريت. وكان عندي جاتلاج فمش عارف انام. والتلفزيون ممل والقوتل مش عارف فين. فبقى افتح الدرج اللي جنبي لقيت كتاب. كتاب قصة حياة. عايز اقولك ابتديته ما نمتش. يعني طبعا ضربته بعد كده اخدته معايا مصر يعني. حكيت فوتروني يعني. كتاب معايا لا اسفين يا جماعة. اه اه اه. بس الكتاب يا احمد ده يعني اسمه ده سبيريت تو سيرف. ده سبيريت تسيرف. تو سيرف. اه. قصة حياة ازاي الماريت تبتدى من مطعم. للي انت شايفو ده النهاردة. مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. طريقة يعني خلي بالك يعني برضو مدام النجاح مش صدفة يعني ماريت ده مش صدفة ان هو بقى الماريت يعني. وفيه تشابتر ظريف كده عن لما جيه عمل زيارة في ماريت شرم الشيخ يعني ورفض المديره بتاعه. كتاب ظريف اوي. يا بيل جد. كريم في نهاية البودكاست انا حافظ اشكرك على الدرداشة الجميلة دي والقعدة دي. يعني انا مبسوط اللي احنا عادنا تانية عادة تانية مع بعض. واتمنى لك كل الخير والنجاح. وان شاء الله يكون لنا اعداد تانية في المستقبل. تحكي لنا على الجامعة والتطورات الكبيرة اللي عندك ان شاء الله. بص لو انا هشكر حدا انا هشكرك انت. مش على استضافتي بس على البرنامج. يعني انا 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 وطلعت اقول معك مرة بالعكس. يعني انا الفكرة عجبتني جدا ولا ولك تعرف ارقامك ولا ريتش بتاعك. لكن طبعا واضح ان هو بشغلك بمجهودك بين. يعني شوف احنا برضو الستودي الاولاني كان عابل ازاي. الستودي ده عابل ازاي. الريتش بتاعك كان النهاردة كان من. اه ساعتها كان من النهاردة بقى كان. فده حاجة حلوة اوي 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 منك يا حمد. وانا كل الدعم لك. يعني اي دعم اقدر اعمله للبودكاست بتاعك. هعمله لان انا مؤمن ان الشغل او النجاح لازم تشوف خبرات. وانا اتمنى بالهياف اللي انا جبتها النهاردة دي كلها ان يبقى فيه اي حد اتعلم مني اي حاجة. دي الطريقة اللي انا اتعلمت بها. انا بصيت لناس واسمعت ناس وانتبهت الكلامهم. وعرفت الخبرات اللي هم عملوها. وحولت تقلدهم. ونجحت وفشلت لحد ما ايه ربنا كرامني تتقف على الرجل. فاتمنى الكلام اللي انا قلته ده النهاردة. يقدر يوصل لأي حد. وده بسببك انت. يعني فكل الدعم لك. متشكل قوي يا كريم. ولو انت او انت لسه بتسمعونا لغاية دلوقتي بتنساش تعمل. لو تفرج علينا على اليوتيوب. بال نوتيفكيشن. سبسكرايب. واكتب لنا رأيك واسئلتك للحلقة سواء لي او لكريم. ولو انت بتسمعنا على ابل بودكاست ساوند كلاود او سبوتفاي او جوجل بودكاست بتنساش تعمل شير للحلقة يا جماعة عشان ده اللي بيساعدنا نوصل المعلومات المهمة دي لأكبر عدد من الناس. وبيساعدنا اللي احنا نبدل دايما نطور ونجيب ديوف جديد يحكوا على خبراتهم. ونشوفكوا في حلقة جديدة من بيزنس بالعربي بودكاست. وما تنساش انت سي وحياتك. سلام عليكم.